والذي يطلب من الهيئة ويطلب من الحاضرين بأن يصبوا أو يضعوا صبيبا جديدا في اتجاه الحرية التعبيرية عن مستوى الوطني فقط أريد أن أطلب من السيد البرلماني بأن يطلب من السادة كفريق برلماني وأن يطلب من الحكومة بأن يوضح للمغاربة ما معنى المساس بالسلامة المعنوية هنا عدنا القانون كي يتقرأ بالمقلوب السلامة المعنوية لا وكل المليخ ولا القاضي ولا المحامي يفهم ما معنى أو يحيط المواطن بما معنى السلامة المعنوية هذا من جهة ينبغي أن ندقق ماذا نعني بالسلامة المعنوية لماذا؟ حتى لا نعد هذا الكلام ماساً حتى نعده إما ماساً أو غير ماساً بالسلامة المعنوية التي جاءت في الفصل 20 من الدستور والتي يمنع على ضوء هذه المادة المساس بالسلامة المعنوية لأي كان ومن طرف أي جهة كانت خاصة أو عم لأن المفاهيم فضفارة وروح القوانين عند مونتسكيو لم تصلنا وصلتنا الأشكال أما روح القانون فباقية ربما في الغرب يفهمون الناس ما معنى النص القانوني أحاول أن أجب عن الأسئلة التي طريحت وأبدأ بالأخ الذي قال لماذا؟ لماذا؟ ليس هناك صحفة مهيكلة إذبتونية مهيكلة من أساسها أقول لهذا الأخ العزيز ألا أننا نحن الآن نحاول أن نتدرك ما ضاع من المغرب العربي من حرية ولأن المغرب محظوظ وأن من تجليات أو من آثار الربيع العربي هو أن المغرب خرج سالما ويؤثث لمغرب استطاع أن ينجو من مخارب الثورات العربية وهذا دليل على أن هذا الاتجاه سيلقى تعطيرا لا شك بالنسبة للأخلق الاستقلالية أقول بأن الاستقلالية هي كلمة مفهوم فضفار وهل نحن مستقلين في إحساسنا بالوطنين الوطن الذي يجمعنا والتفكير الموحد الذي يجمعنا هل يجعل مننا كل واحد مستقل نحن ليست هناك استقلالية بل يمغي أن نركز على المهنية وليس على الاستقلالية المهنية تغلب التدخل في أي مجال ثم بالنسبة للأخ الذي تحدث عن الإرادة وتحدث عن عدم تطبيق الدستور وعن تزايد عدد المواقع انظر يا أخي المشروع الذي صوت عدد المواقع